السلام عليكم اليوم حبيتنا نهضر على واحدة الخريطة التي موجودة في متحف اللور بباريس في فرنسا واللي تكلموا عليها كتير من اليوتيبرز وحتى القنوات الشبهة الرسمية الجزائرية واللي توضح بكل وضوح أن مصدر الحضارة في إفريقيا كايم زوج دول هي المصر والجزائر ولا يوجد أي مصدر آخر وأنا أريد أن أؤكد ما قاله هذا الصاحب الفيديو الأصلي وهو فيولوجر مصري يزور عدة الدول ولم يأتي إلى الجزائر أبدا ولا يعرف الجزائر يعني من حيث يعني العيش فيها قال كلام كبير جدا في حق الجزائر فيما يخص هذه الخريطة المهمة إذن نخليكم تابعوا وش يقول هذا المصري فيما يخص الخريطة هذه وسنعود بعد ذلك الإسلامية هنلاقي طبعا مراكز أو أعلام موجودة في الكرة الأرضية منها طبعا التأثير الإسلامي في الحضارة الفريسية الحضارة العربية في الجزيرة العربية طبعا هنا في الشام برضو تأثير الأطراق مصر هنا في الشمال أفريقيا متواجدة تأثير الإسلام فيها في الحضارة الإسلامية تأثير على الشعب المصري وعلى الدولة المصرية هنلاقي في كل أفريقيا رامز تاني للإسلام متواجد أو مكان أصل في الإسلام هي الجزائر ده إن ده اللي بيدل على أن صاحب التاريخ الحقيقي في المغرب العربي هي الجزائر كل ما فعل المستعمر هو نسب الحضارة اللي بنيها الشعب الجزائي بكفاحه لمدة مئات السنين بس بها للطرف آخر هو عمره ما كان عنده دور ولا كان عنده كفاح مشرف للدفاع الإسلامي شكرا دلوقتي إحنا شايفين في مدحف اللوفر في الجناح الإسلامي للمعروضات الإسلامية بنشوف خريطة أفريقيا زي ما إحنا شايفين هنا البحر الأحمر رمز لوجود تاريخ مؤرخة أو حضارة مؤرخة لحضارة الإسلامية موجودة في مصر بمكتوب إيجيبت بمكتوب طبعا رمز لرسومات أو كتابات عربية بالشكل المصري الناحية التانية من قرار أفريقية بنشوف الجزائر متواجدة بطريقة الكتابة بالعربية بالأسلوب الجزائري طبعا اللي احنا بنشوفه فمصر فقه في الشرق والجزائر في الغرب ولا شيء بعد الجزائر ولا شيء بين مصر والجزائر وده اندل بيدل على أن الجزائر هي بوابة الحضارة الغربية الحقيقية للوطن العربي وكل اللي فعله المستعمر هو سرقة الحضارة الجزائرية العريقة ونسبها للا شيء هو فقط صنع من قبل المستعمر النهاردة بنشوف أن المكافح الرئيسي لبوابة أمن الوطن العربي الغربية هي الجزائر اعتراف أصيل وحقيقي لانتساب الحضارة الإسلامية الحقيقية لصاحبها الحقيقي هي الدولة الجزائرية والشعب الجزائري لمن نسبت إلي من قبل المستعمر اللي هو أساسا لا شيء ونزيد نأكد نقطة أخرى مهمة جدا ونحطي رأيي ونزيد نأكد ونعطي إثباتات أخرى تنظف إلى ما قاله هذا المصري إذن نأكد كذلك أنه حقيقة متحف اللوفر لا يضع أي شيء في المتحف لأن كل ما هو موجود المعلومات المتوفرة في المتحف يشاهدها ملايين الزوار عبر العالم كل سنة يعني المتحف هذا يستقبل ما لا يقل عن عشرة ملايين سائح من كل دول العالم فإذن موضوع في المتحف هذا هو عصارة يعني لونك بلوزيولترا يعني حاجة أعلى من القيمة الحضارية والقيمة المصداقية أنت المتحف هذا أنت بحوث عدة بحوث عبر عدة أزمينة إذن المعلومة اللي تقول أن الجزائر هي مصدر الحضارة في شمال إفريقيا يعني الجهة الغربية لشمال إفريقيا ما يقوله هذا اليوتيبر المصري أمر مهم جدا إذن الحاجة الأولى هو البصداقية الكبيرة التي يحظى بها المتحف تعلوفر في باريس ثانيا أن ما قاله المصري هذا هو حقيقة محققة وفيه هجمة شريسة منظمة ومتبرة من طرف الكيان الغربي للجزائر وكذلك الكيان الشرقي للجزائر هذه الكيانين داروا اتفاقية ليهاجموا الجزائر بجميع الطرق حتى وخاصة من الجانب التاريخي أرادوا أن يفرغوا الجزائر يفرغوها من المحتوى تاريخ انتحا والحضاري والثورة انتحا وكل ما يعني فيه صلة بالجزائر إذن فيه هذه الحجمة لإفرار الجزائر من المحتوى وسمعنا كلام كتير يقول الجزائر ما عندها اشتاريخ الجزائر غير موجودة وحتى تصريح انتحا مسؤولين قالوا بأن الجزائر نصفها تابعة للموروكو والنصف الآخر تابعة للكيان الشرقي إذن الأمر هذا مهم جدا ونزيل نعطي لكم بعض الأمثلة كين زوج اللي سوف أتكلم عليهم واحد هو العراب انتع هذه السياسة هو المنظر انتع السياسة هذه تعرف فرار الجزائر من تاريخها وأن الجزائر لا توجد ولا غير ليس لها التاريخ وهي صانعة فرنسا وكذا وكذا الكلام اللي سمعنا يعني هذه ثلاثة أو أربع سنوات هذه في المرحلة الماضية ونتكلم على هذا المؤرخ المغربي من أصو فرنسية هذا بيرنار لوغان هذا المولود في فاس إذن هذا المؤرخ هو المنظر لهذه الفكرة انتع تفريغ الجزائر من محتوها التاريخي والحاباري وأن الجزائر غير موجودة نقرأ كل ما هو جزائري هذا هو العراب الأول هذا المؤرخ الشبه المؤرخ المقزاني هذا الذي الآن عايش في فرنسا وهو من أصول يعني مولود في المغرب الأقصى إذن هذا هو العراب وليس لديه المؤرخ وليس لديه المؤرخ من المؤرخ لم أسبوع intégrان في مدد في المعرفة قليلا وقتك أبوواه فالتضاء الحقيقي أنهم هias أوليان؟ فهو因为 السؤال من المغرب 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 من المغرب المغربية إنتاج في المعرفة العديد في مغرب المغرب المغربية و كل الأساس المغرب المغرب سيوة لذلك يكون لدينا حصول التنظيم لتنظيف بين الأوليان والأوليان 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 التي تتحرك ونعبار الأوليان لإنما المحاولة تكون المحاولة تكون المحاولة في الماركة أو في المدينة وليس لم يكن هناك في حالي ثم هناك شخص آخر أريد أن أتكلم عليه هو جيرال فوري وهذا جيرال فوري هو أول من وضع هذا المملكة اللائمة هذا المملكة الغربية وضعها في حجمها اسمعوا ماذا يقول على هذه المملكة هذا المملكة الغربية في ملتات سوف أخذ الشيبنه أن ترجعوا ملتقل لها إمهن تقليل على الأسفل على الأول مباشرة الآن يقول أيضاً سوف أخذ الإنساني هذا المملكة السوف يتحدث على الأسفل السوفين إنه أنت؟ هل سمت أفعل؟ نعم، أفعل commercials شريطان الجيد شريطان الجيد الذي كان يطلق في الجمع كان الجمع والاجلاسة كله ي standard ج globe مكتب تسأل بصفر اتقال very well يزال بالكعة للمر حسنًا موظمت الانهي ينسيع موظمت 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 لا يمكن أن يفعل ذلك فهي أخير مهزاني ولكنه يفعله لكن هناك سوى بحقًا على المشاركة استخابت بحقًا يمكنني أن تريد لا أعطي لا أعطي لا 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 على الموقع أنا شخص بحقًا هذا أكبر سوف يحدث هناك مما مما يومى السنة 2 وقالت لكن سنة 2 لكن لا أعطي السنة 2 وقالت يمتون يمتون كان غير مقانستر مع موزاند مقانستر و يمكان مقانستر معظم مقانستر Makسك و يحرك عبدالله و أي خيار روح أنساء مع معه فقط و يحرك شخص وما عمل روح على الملسة الذي كان بدأت 6 أشخاص وقالتهم وضعتهم بشأنه إلى ربط وقالت وقالت منذ مرضى للمغزيز ومنزل في ملجياه المولاي عبدالله الذي يضرب من السيدة وذلك في هذا الموقع له هساندو أريد أن يقوم بحوث يدعوه وهو مركز هذا المقارن للغزيزة في المرغزيز، يُتعوه للغزيزة هناك كان لديه أسنعه، لكنه كان لديه من المرسلين ويوجدًا، الأمر في المغزيزة في المغزيزة، جميعًا، لا يتطرح أن يقولون من فحة من السنة لست سحية إنها مان منذ ein لماذا لن يتشرف لن يتشرف مريز؟ إذا أرادية الانتعين من التغيس أو المرحة هؤلاء اللعبة هل يضيه هم لا يقولون أننا نسمع بيسكية ولكن بعض أليم لكنني أنت العلوان من العلوان سحية ويسمر مراكس لا تتحدث لا يتحدث قلنا أنا وإنك يوجد 위에 صديق مع الفرنسي والبولانسي ومن المتحدث عن ذلك نحن لم نتحدث عن ذلك هذا هو ما وصلت إلىه الطبقة المتقفة والمثقفة في هذا الكيان هذا هذا هو السلاح لقدروا يعني استعملوه ضد الجزائر لكن هيها ثم هيها أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم